بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الدرس السابع والعشرين من سلسلة لا تعصيل لا هذه تحت عنوان إياك ومواقف الشبه لا تقف موقف الشبه ما معنى لا تقف موقف الشبه الإنسان ينبغي أن يدافع عن عرضه وأن لا يعرض عرضه عياذا بالله لكي ينهش بألسنة الناس فعليك أن تدافع عن عرضك عرضك ينبغي أن يصان فكما لا تحب أن يسيء الناس إلى عرضك فلا تكون سببا في أن يساء إلى عرضك ما تكوش دو السبب باش بأن تقف موقفا للشبه تعرض عرضك لكي ينال منه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في مسجد رسول الله في شهر رمضان فجاءته إحدى نسائه ولعلها صفية أو ميمونة رضي الله عنهما فلما انقلب خرج معها يردها إلى بيتها يشيعها إلى حجرتها وإذا بصحابيين جليلين لما رأى يا رسول الله مع زوجته في الليل هرعى وأسرعى قال ألا رسلكما فتوقفا فقال انظر إنها أمكما صفية أو أمكما ميمونة قالوا استغفر الله يا رسول الله قال لا خشيت من الشيطان الذي يجري منكما مجرى الدم أن يلقي في روعيكما ما يجعلكما تشكان في رسول الله وهذا مؤداه مهلكتكما في الدنيا والآخرة وما كان للنبي يكون سببا في تهلكتكما فإذا كان رسول الله مع جلالة قدره وهو خير من مشى على الأرض وهو البعيد عن كل شبهة يعلمنا أن لا نقف موقف شبهة أبدا فنحن من باب أولى أن لا نعرض أعراضنا لكي يمسها الناس بألسينتهم ويسيئون إلينا حينما نقف موقف الشبهة لا يسلم نفسه لأراضي لألسينة الناس الإنسان تذهب فينشبه تجد واقفا عياذا بالله أمام بيتي الجيران النهار كامل ما الذي تصنعه هناك ألا تتعرك أجدك تخرج من سينما من قعال السينما وفيها فيلم عياذا بالله يبرز العورات ويثير غرائز الشباب ماذا كنت تفعله هناك أجدك عياذا بالله بجانب البحر في الصيف وأنت شبه عاري من الذي تفعله هناك أنت تقترب أنت تقترب فلا تجعل نفسك موضع الاتهام ابتعد عن كل ما يجعل الناس يتهمونك في عرضك لا بد لك من أن تجعل بينك وبين الناس وبين شكوك الناس والريبة في قلوب الناس خندقا بعيدا بالابتعاد عن مواقف الشبه هذا يحدث كثيرا في مجتمعاتنا أنا حينما أرى مثلا أختا في الله تعالى متحجبة وأراها تمشي مع شاب هذا الشاب مش يخوها مش يزوجها أليست هذه شبهة بل أكثر من شبهة أليست هذه خلوة أليست هذه خلوة فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن هذه الأمور إذا وجدت مثل الطالب مع الطالبة قد انزوا يا فركني من الأركان بدعوى أنهما يهيئان الامتحان أليست هذه شبهة ستعرض نفسك عياذا بالله لكي ينال من عرضك هذه واحدة ثانيا إذا كانت هذه شبهة تصدر ممن ممن يفترض فيه أنه ينزل في النازل ينزل القدوة بحال المتحجبة المتدينة بحال صاحب اللحية هو اللي يدير هالشي لأن كافة الناس إذا فعلوا ذلك لا يؤبه بهم ولا ينتبه لهم أما المتدين خاصة في هزمة ستشار إليه لأصابع ركو تشوفوا الجرائين على الأول فقيه يغتصب طفلا علاش فقيه هو راجل السلام ليس بفقيه إمام ضبطا متلبسا بجريمة كذا مع جارته في المسجد علاش إمام القضية قضية إمام قضية قضية ملتحي القضية قضية متدين لأن هؤلاء إنما يريدون الإساءة إلى الدين بإشاعة هذه الأخبار التي تتعلق بالمتدينين ولذلك ينبغي للمتدين أن يكون أبعد الناس عن الشبهة حتى لا يعرض عرضه لينال منه ولا يعرض أيضا التعريض بدين الله لأن الأمر يصدر من متدين فاحرص مرتين مرة عرضك لا تقف موقع الشبع والمرة الثانية أن بإهانتك ورميك بما ليس فيك يتقدمون خطوط أخرى ليسيء إلى الدين الذي تمثله والله تعالى على وعلم وصلى الله على حبيبنا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر